اشتركوا في القناة علم القرآن فكان خير معلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة الذي يشرف بمشاهدتكم على قناة التناصح الفضائية ويتهادى إلى أسماعكم عبر أثيرها كنا في الحلقة الماضية قد وقفنا عند حرف الر وذكرنا مخرجه وصفاته في هذه الحلقة إن شاء الله نتكلم عن حرف الزي الزي ويقال له الزي طبعا بعض العامة يقولون حرف الزين ليس هناك حرف في اللغة العربية اسمه حرف الزين لم يذكر علماؤنا هذا الاسم لحرف الزي يقال الزي والزاء والزي حرف الزي يخرج من طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلاء نحن عندنا ثلاثة أحرف وهي حروف الصفير الصاد والزاي والسين هذه الأحرف هي أحرف الصفير هذه الأحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان هذا طبعا اللسان هذا طرفه وهذه حافة اللسان طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلاء نحن عندنا ثنايا عليا وثنايا سفلاء لو تذكروا لما قسمنا الأسنان وذكرنا أسماءها السنتين أو السنتان الأماميتان هذه الثنايا العليا عندنا سنين الأماميات هدواء الثنايا العليا والسنين اللطيات همه الزوز الأولاة همه نسميهم الثنايا السفلاء الثنايا السفلاء الصفحة الداخلية للثنايا السفلاء هي الجزء الذي لا يرى من الأسنان الصفحة الخارجية للثنايا السفلة هي الجزء الذي يرى إذن لما نقول الثنايا نقصد بها السنان الأمامية عندنا ثنايا عليا وعندنا ثنايا سفلة سنان في الأعلى وسنان في الأسفل السنان في الأسفل نسميهم بالثنايا السفلة لهم صفحة خارجية وهي التي ترى هذه التي ترى أما الصفحة الداخلية فهي التي من جهة اللسان وهي الجهة التي لا ترى فطرف اللسان مع الصفحة الداخلية للثنايا السفلة يخرج حرف الزي وأيضا طبعا يخرج حرف السين وحرف الصد أحرف الصفير الثلاثة إذن هذا هو مخرج حرف الزي طرف اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلة الآن نأتي على صفات الحروف التي وصف بها حرف الزي نجد أن حرف الزي هو حرف مجهور لأنه ليس من حروف سكت فحثه شخص ليس من الحروف التي يجري الصوت التي يجري معها نفس ويتدفق معها هواء فهي ليست من حروف سكت فحثه شخص أذ صحيح أن الزي يجري معها هواء ضئيل هذا الهواء لم يعتد به علماؤنا ولذلك لم يجعلوا حرف الزي من الحروف المهموسة التي يجري فيها النفس طبعا البرهان واضح على ذلك لو وضعتم أيديكم أمام أفواهكم ونطقتم حرف الزي تلاحظوا أن هناك هواء ضئيل جدا يخرج مع حرف الزي هذا الهواء البسيط هذا النفس الضئيل لم يعتد به علماؤنا فجعلوا حرف الزي من الحروف المجهورة التي ينحبس النفس عند النطق بها وأعيد وأنبه أنه يجري نفس لكن هذا النفس يعني ضئيل جدا ولأنه نفس قليل فلم يعتد به علماؤنا أيضا نلاحظ أن حرف الزي قابل للمط وصوته يعني يمتد فيجري الصوت ونحن نعلم أن الحروف التي يجري فيها الصوت هي الحروف الرخوة الحروف الشديدة أجد قط بكت هذه حروف لا يجري عندها الصوت عندنا حروب بينية حروف لن عمر يجري الصوت عندها جريانا وثطا أما حرف الزي فيجري الصوت معه جريانا تاما فهو قابل للمط وصوته قابل للجريان بالتالي فإن الزي من الحروف الرخوة التي يجري فيها الصوت جريانا تاما أيضا الزي حرف مستفل لأنه ليس من حروف الاستعلاء السبعة حروف الاستعلاء السبعة هي خص ضغط قذ الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء أيضا الزي هي حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة حروف الإطباق الأربعة هي الصاد والضاد والطاء والضاء هذا بالنسبة للصفات ذوات الضد الزي حرف مجهور حرف رخو حرف مستفل دائما وحرف منفتح أما بالنسبة للصفات التي لا ضد لها فنجد أن حرف الزي فيه صفير ما هو الصفير؟ الصفير هو حدة صوت الحرف نتيجة لضيق مخرجه فلو تلاحظ في حروف الصفير الثلاثة الصاد والزاي والسين المخرج فيها ضيق الصوت يمر في مجرى ضيق أس أز أس تلاحظ أن المجرى الذي يمر فيه الصوت مجرى ضيق وبالتالي يكون للصوت حدة وقوة ونحن نعلم أن الصفير هي صفة قوة يعني تجعل الحرف الموصوف بهذه الصفة حرف قوية مثل قال تزرعون سبع سنين دأبا تزرعون مثلا عزيز حكيم إذا زلزلت الأرض زلزالها هذه الأحرف الموصوفة بصفة الصفير الصاد والزاي والسين يعني حتى من يقرأ القرآن سرا ويكون متقن للتلاوة تستطيع أن تسمع مننا هذه الأحرف بسهولة يعني لو مثلا شخص يصلي الظهر أو العصر الصلاة السرية ويكون متقن للقراءة تستطيع أن تسمع مننا هذه الأحرف تسمع هذه الأحرف لما فيها من حدة وقوة وهذه الحدة والقوة التي في أحرف الصفير هي نتيجة لضيق مخرجها لأن الصوت في هذه الأحرف الثلاثة يمر في مجرى ضيق إذن ما هو الصفير؟ الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن ضيق المخرج هذه هي الصفة من الصفات التي لا ضد لها التي وصف بها حرف الزاي وأعيد وأنبه يسمى حرف الزاي وحرف الزي وحرف الزاء ليس هناك حرف اللغة العربية اسمه حرف الزين انتبهوا لذلك بارك الله فيكم علماؤنا رحمهم الله لم يسموا حرف الزاي بهذا الاسم بعض العلماء سماه بحرف الزاي هكذا البعض سماه بحرف الزاء مهموز الآخر هكذا وفي بعض الكتب بحرف الزي هكذا سماه علماؤنا رحمهم الله وجزاهم عنا خيرا ما هي أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف الزاي؟ من الأخطاء الشائعة في كل أحرف الصفير ليس في الصاد فقط هو إضعاف صفيرها مثل يزكى يزكى الصواب لا بد من هذه الحدة وهذه القوة لا بد من بيان الصفير هكذا يزكى يزكى أيضا من الأخطاء إعمال الشفة السفلة عند النطق بها البعض في نطقه لأحرف الصفير الصاد والزاي والسين يعمل شفته السفلة في نطق هذه الأحرف والشفة السفلة ليس لها عمل في نطق أحرف الصفير ليس لها عمل البتة البعض يقرى هكذا يزكى فيزم شفته السفلة إلى الأمام فالشفة السفلة لا عمل لها مخرج حرف الزاي كما أسلفنا من طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للثنايع السفلة ولا عمل للشفة فيها فننتبه لذلك بارك الله فيكم هذه هي أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطقنا لحرف الزاي أو الزاء أو الزي أنبه عليها يعني نريد أن ننسى موضوع حرف الزين هذه شائعة جدا بكل أسف يعني تأتي حتى لتلميذ أول ابتدائي الذي بدأ يحفظ الحروف تجد يعني المعلمين علموها كذا را زين سين ليس هناك حرف اسمه حرف الزين إما حرف الزاي أو الزاء أو الزي هكذا فقط فننتبه لذلك بارك الله فيكم الآن نأتي على حرف السين من أين يخرج حرف السين؟ تماما مثل حرف الزاي لأن السين من حروف الصفير حروف الصفير ما هي؟ الصاد والزاي والسين السين أيضا تخرج من طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للثنايع السفلاء طرف اللسان رأس اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايع السفلاء هذا هو مخرج حرف السين طيب ما هي الصفات التي وصف بها حرف السين؟ فاتني أن أقول طبعا حرف السين هو تماما مخرجه نفس مخرج حرف الزاي لكن الفرق في الصفات هذا الاختلاف في الصوت ناتج عن اختلاف الصفات لأن صفات حرف السين ليست تماما هي صفات حرف الزاي فهناك اختلاف بينهم في الصفات ليس اختلافا كليا لكن هناك اختلاف في بعض الصفات ما هي صفات حرف السين؟ أول هذه الصفات أنها حرف مهموس ما هي الحروف المهموسة؟ هي حروف سكت فحثه شخص السين والكاف والتاء والثاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصان هذه الأحرف أحرف الهمس التي منها حرف السين هذه الأحرف يجري معها نفس الدليل على ذلك لو وضعتم أيديكم أمام أفواهكم تلاحظوا هذا التدفق للنفس ففي حرف السين النفس يجري وبالتالي فإن السين هي حرف مهموس أيضا السين هي حرف رخو ما هي الحروف الرخوة؟ هي الحروف التي يجري معها الصوت جريانا تاما إذ إنها ليست من الحروف الشديدة التي ينحبس فيها الصوت من حروف أجد قط بكت وليست حرفا بيني من حروف لنعمر هذه الأحرف التي يجري أن نفع الصوت عند النطق بها جريانا وسطا أيضا السين هي حرف مستفل دائما لأنها ليست من حروف الاستعلاء السبعة حروف خص ضغط قذ وأيضا هي حرف من الحروف المنفتحة لأنها ليست من الحروف المطبقة التي ينحصد الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى هذا بالنسبة للصفات ذوات الضد طيب نأتي على الصفات التي لا ضد لها بماذا اتصفت السين اتصفت بأنها حرف فيه الصفير تماما مثلها كحرف الزعف ما هو الصفير هو حدة في صوت الحرف تنشأ عن ضيق المخرج لاحظوا أيضا كيف أن الصوت يعني يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا السفلة للثنايا العليا ما هي أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف السين من الأخطاء إضعاف صفيرها مثل الآن أمثل للخطأ ثم أذكر الصواء كيف إضعاف الصفير هكذا المسجدة المسجدة الصواء المسجدة المسجدة هكذا لا بد من قوة الصفير وبيانه أيضا من الأخطاء كما أسلفنا في الأخطاء التي تحدث عند نطق حرف الزهي أعمال الشفة السفلة عند النطق بها نحن قلنا في أحرف الصفير الثلاثة لا عمل للشفة السفلة لا نقول المسجد ويعني نعمل الشفة السفلة هذا خطأ يعني كثيرا ما يحدث بالأسف حتى من بعض المعلمين القرآن ليس من الطلبة والتلاميذ من المعلمين فننتبه لذلك السين تخرج السين وزاي والصات تخرج من طرف اللسان مع الصفحة الداخلية للثنايا السفلة ما هي الثنايا السفلة؟ هي السنتين الأماميتين أحمال الأماميات الزوزل في الأسفل هذه الثنايا السفلة الزوزل اللي فوق أهمه نسميهم بالثنايا العليا أيضا من الأخطاء التي تحدث عند نطقنا لحرف السين تفخيم السين سيما إذا جاورت حرفا مفخما نحن اتفقنا ألا نجعل الحروف تؤثر على بعضها إذا جاور الحرف المستفل الحرف المفخم نحرص أن يكون المستفل مستفلا والمفخم مفخما لا تؤثر الحروف على بعضها من الأمثل على ذلك نون والقلم وما يسطرون يسطرون هكذا يعني يفخم السين ولو فخمنا السين صارت صادا فننتبه لا نفخم حرف السين لا نترك السين تتأثر بجارتها أبطى فلابد أن نخلص ونصفي الحروف من بعضها نون والقلم وما يسطرون يسحى لاحظوا كيف أنها مستفلة فيها صفير يس 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 يسطرون والطا مستعلية فنصفي ونخلص الحروف من بعضها من الأخطاء أيضا الشائعة في نطق حرف السين هي خلط صوتها بحرف الزاين هذا كثيرا ما يوجد من الأمثلة على ذلك وَسْجُدَ وَقَتَلِبَعَ وَسْجُدَ لا لا نخلط السين بإزلالي الصواب هكذا وَسْجُدَ وَسْ وَسْجُدَ أيضا مثلا المذجور الصواب المذجور أيضا مثلا رجز 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 هكذا هي رجز هناك فرق يعني بين الرجز والرجز عفان الله وإياكم إذن هذه هي أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطقنا لحرف السين الآن نأتي على الحرف الثالث في هذه الحلقة وهو حرف الشين من أين تخرج الشين الشين تخرج من وسط اللسان ومن وسطه فجيم الشين يا الجيم والشين واليا كلها تخرج من وسط اللسان أش ش ش ش ش ش طيب ما هي صفات حرف الشين نأتي أولا على الصفات التي لها ضد الشين نجد بأنها حرف مهموس يجري معه نفس فهي من حروف سكتة فحثه شخص هذه الحروف التي يجري معها النفس أش يش كورون أش ش ش ش ش ش أيضا نجد بأن الشين هي حرف رخو يجري معه الصوت هي قابلة للمط وصوتها قابل للزيادة أش إذ إنها ليست من حروف الشدة أجد قط بكت وليست من الحروف البينية للعمر أيضا الشين هي حرف مستفل دائما لأنها ليست من حروف الاستعلاء الأربعة وهي أيضا حرف منفتح لأنها ليست من حروف الإطباق الأربعة التي ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى فاصل قصير نواصل بعده بإذن الله حديثنا عن صفات حرف الشين سحياكم الله أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاها وتزيد هرودا وتلاوها وتراغا عين الرحمن قال الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا ناس جميعا عندنا هلبة نقص يعني في منها من أدوية أدوية تولينا ممكن حوالي ممكن من بتاعها ثلاثة شهور وما عندناش أدوية بكل ولا ربعة شهور موقف الآن صعب يعني بالنسبة للمريض ممكن حتى يضطر باش يغسل ما يحصلش يعني ما يقاش حتى ما يغسل موسيقى ظل المهد يونيس الصفة رئيس الجمعية الليبية لمرضى الكلا والفشل الكلوي الجمعية هل تهدف إلى رعاية المرضى وتقديم لهم يد العون في عملية الزراعة وفي شراء الأدوية وفي شراء المعدات بإذن الله قمنا بفتح حسابات جارية لها بمصرف الصحاري جنزور رقم الحساب خمسمية واربعة وثمانين لهذا خاص بالزكاء وخمسمية وخمسة وثمانين هذا خاص بالتبرعات والصدقات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقه فتصدقوا الجمعية الليبية لمرضى الكلا والفشل الكلوي للتبرع للجمعية تحت حساب رقم خمسة ثمانية أربعة خمسة ثمانية خمسة مصرف الصحاري فرع جنزور أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفاها فتزيد هرودا وتلاوها وترغى عين الرحمن السلام عليكم حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد كنت قبل الفاصل أتحدث عن صفات حرف الشين وذكرت الصفات التي لها ضد لحرف الشين ذكرت أنها حرف مهموس يجري معه النفس أيضا هي حرف رخو يجري فيها الصوت أيضا هي حرف مستفل لا يتصعد الصوت عند النطق بها إلى الحنك الأعلى وهي أيضا حرف منفتح لا ينحصر الصوت عند النطق بها بين اللسان والحنك الأعلى هذا بالنسبة للصفات ذوات الضد نأتي على الصفات التي لا ضد لها اتصفت الشين بصفة واحدة وهي صفة التفشي ما هو التفشي؟ التفشي هو انتشار صوت الشين من مخرجه كيف يكون ذلك؟ الشين علمنا أنها تخرج من وسط اللسان فينشأ الصوت في وسط اللسان ثم يريد أن ينفذ ويخرج إلى خارج الفم فيصطدم الصوت بالصفحة الداخلية للثنايا العليا والصفحة الداخلية للثنايا السفلة الآن الصوت يريد أن يخرج يجد أمام الأسنان هكذا الصفحة الداخلية للثنايا العليا والصفحة الداخلية للثنايا السفلة فيصطدم الصوت بالصفحة الداخلية للثنايا العليا والصفحة الداخلية للثنايا السفلة وينفذ من بينهما صوت ويعود بعض الصوت وينتشر في أجزاء الفم والتفشي لغة هو الانتشار إذن التفشي هو انتشار صوت الشيني نتيجة استدامه بالصفحة الداخلية للثنايا العليا والسفلة أيضا فيعود الصوت في الفم ويمتلئ الفم بصدة لاحظوا كيف ينشأ الصوت في وسط اللسان ولاحظوا كيف يصطدم بالصفحة الداخلية للثنايا العليا والثنايا السفلة فيعود الصوت وينتشر في أرجاء الفم هذا الانتشار للصوت انفرد به حرف واحد من الحروف العربية وهو حرف الشين كما استقر عليه العمل عند أئمة اللغة والتجويد إذن الشين اتصف بصفة واحدة من الصفات التي لا ضد لها ولم يتصف حرف بهذه الصفة إطلاقا إلا حرف الشين فالشين هو حرف فيه تفشي ما هي أبرز الأخطاء التي تحدث عند نطقنا لحرف الشين؟ من أبرز هذه الأخطاء ضعف صوتها وهذا يكون نتيجة لعدم الاعتماد على مخرجها مثل اشتروا لاحظوا عدم الاعتماد على مخرج حرف الشين وسط اللسان فالصواب هكذا اشتروا اشتروا أيضا من الأخطاء البعض يعني لا يباعد أو يعني يكون هناك عدم مباعدة بين الثنايا العليا والثنايا السفلة يعني تكون الثنايا العليا والثنايا السفلة قريبا جدا من بعضها فلو فعل ذلك هذا ينتج عن ماذا؟ ينتج عن إبقاء صوتها محصورا داخل الفم هكذا اشتروا اشتروا فيبالغ في عدم المباعدة بين الثنايا العليا والثنايا السفلة وهذا ينتج عنه انحصار صوت حرف الشين داخل الفم أيضا من الأخطاء تقديم مخرجها قليلا عن وسط اللسان حتى يصير يعني صوتها فيه شيء من حرف السين مثل من الشيطان من الشيطان فتصير الشين هكذا مخلوطة بالسين هذا نتيجة لتقديم صوت مخرجها قليلا عن وسط اللسان الشين تخرج من وسط اللسان أش شا شي شو أيضا من الأخطاء أيضا تفخيمها إن جاورت حرفا مفخما مثل شا طا طا الصواب شا طا طا شا طا طا الشين حرف مستفل الطا حرف مستعل فلا نجعل هذه الشين المستفلة تتأثر بجارتها الطا المستعلية المطبقة هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده وأعانى الله على قوله في حديثنا عن صفات حرف الزاي والسين والشين الآن نتلو التلاوة المنهجية المخصصة لهذه الحلقة وهي من الآية السابعة والعشرين إلى الآية الثالثة والأربعين من سورة النجم أتلو بعد ذلك أسعد وأسر لتلقى اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يسمعنا تلاوته أو أن يسألنا في علم التجويد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الذين لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أثريت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا صدق الله العظيم نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة لمن أراد منكم أن يسمعنا تلاوتها أو أن يسألنا في علم التجويد الآن نأتي على الخلف كما هي العادة ما خالف فيه ورش وحفص وادوري عن أبي عمر قالونا رحمه الله أول هذا الخلف هو في الآية الثامنة والعشرين وما لهم به من علم إي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا طيب نأخذ هذا الاتصال من الأخت عائشة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت عائشة حياك الله الله حياك نبدأ نقرم الآن بداية صحة فضلي اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون بالملائكة تسمية الأنفاء وما لهم به من علم حقق كسرة العين علم وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا لا تفخ ملحا من الحق شيئا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك نبلغهم من العلم نفس الشيء حقق كسرة العين من العلم ذلك نبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله حقق كسرة الله سبيله إلا مكسورة إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والسواحش إلا اللمن إن ربك وافع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن استطاع حسبك حسبك عائشة بارك الله فيك شكرا على اتصالك ومشاركتك تلاوتك جيدة لكن هناك أجود عندي ملاحظات تابعيني برشة سماواتها إن شاء الله معي الأخت خديجة حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أختي الكريمة معك خديجة أمد الكبير أهلا وسهلا اقرأي إن شاء الله سنجرى المصف الثاني إن الله سورة لا مطففين اقرأي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا أقول أساطير الأولين أساطير يا خديجة شوي بشوي بدون سرعة هذا أول شيء خلينا أن تفقع له باهي أساطير ضم على الرأ إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا برعان على قلوبهم ما كانوا يكسبون فإنهم عن ربهم يومئذ جهون ثم إنه لصال الجحيم ثم يقال في قوات به تكذب كلا إن كتابا أبع لي وما أدراك قلق للدال وما أدراك أدراك ما عني تاب المرحوم قل المقربون إذا تدرى لفي نعيم وعلى الأرائك ينظرون ينظرون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسأون من رحيق مختوم ختامه مصر فاخذ من رحيق وأخذ تكريرها من رحيق يسأون من رحيق مختوم ختامه لا إظهار إظهار مختوم ختامه يسأون من رحيق مختوم ختامه مصر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تثمين عينا يشعب بها المقرب حسبك 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 بارك الله فيك يا خديجة انتظريني باش ان شاء الله تسمعي ملاحظات مني ان شاء الله بارك الله فيك نواصل الخلف وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنة وإن الظنة لا يغني من الحق شيئا شيئا هذا لين مهموز مر معنا كثيرا حرف لين يعن ساكنة قبلها مفتوح بعدها همز هذا نسميه باللين المهموز من يقرأ لورش رحمه الله له فيه وجهان وهما التوسط والطول هكذا شيئا أربع حركات شيئا ست حركات هذا لورش رحمه الله تعالى مع اتصال من الأخت هديل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله أهلا وسهلا أختي الكريمة أهلا بكم تفضلي بالقراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا نؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسية الأنفا الغنة أطول ليسمون لا نسمون الملائكة تسية الأنفا وما لهم به من العلم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض رقق الراء فأعرض رقق الراء فأعرض فأعرض عم من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اشتدى والله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أتاؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون تبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك وافع المغفرة فحر من رأيها هذه المغفرة في را إن ربك وافع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأ كم الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى حسبك بارك الله فيك شكرا أختي هذيل على الاتصال تلاوتك جيدة لملاحظات إن شاء الله تسمعيها مني بعد الفاصل إذن فاصل القصير نواصل بعده بإذن الله فحياكم الله أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهدا وحفا فتزيد ورودا وتلاو وتراغ عين الرحمن مدولة الفقه المالكي وأدلته لفضية الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني طبعة جديدة في خمسة مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكي مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف كما أضيف إليها علم المواريث بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني أفواه أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها يمنحها شهداً وحفاها وتزيد هروداً وتلاوة وتراغى عين الرحمن السلام عليكم حياكم الله وأهلاً وسهلاً بكم من جديد مع اتصال المينة الزاوية أشرف السلام عليكم حياكم الله أخي أشرف أهلاً بك السلام عليكم أحمد الله عليكم السلام حياكم الله بارك الله فيك تفضل بالقراءة أخي كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنفاء وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظمين وإن الظم لا يغني من الحق شيئا فأعرض عما تولى عن ذكرنا ولم يرد ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم ذلك مبلغه من العلم إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله هو أعلم بمن ظل عن سبيله حق كسرة اللهم سبيله ليه هكذا إن ربك هو أعلم بمن ظل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى تقرأ لقالون صح حفص وهو تمام ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإسم والثواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجن منها وإذ أنتم أجنة في بطول أماتكم فلا تذكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى حسبك 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 بارك الله فيك يا أشرف انتظر باش تسمع مني الولاحظات مع اتصال من الأخت حليمة السلام عليكم ابنت ليبيا السلام عليكم حياك الله يا أختي الكريمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي بالقراءة أشكركم على جزير الشكر على هذا البرنامج وجعله الله لكم أجرا عظيما نسأل الله ذلك بارك الله فيك والشكر الثاني بالأفاق نعم والشكر الثاني بالمعلمة بالأفاق نصل الله أن يحفظها إن شاء الله ويزيد النفع بها إن شاء الله أمين يا رب فضلي فضلي اقرأي تنزيل الكتاب من الله الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق إلا بالحق وأجل لا لا تمدي القاف إلا بالحق وأجل مسمى إلا بالحق وأجل لا 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 تمطيك كسرة القاف حقي فقط لا تمدي ما في شيء بعد القاف إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون عما أنذروا عما أنذروا عما أنذروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أظلوا من من يدعوا من دون الله من لا يستجيب من لا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائه الغافلون وإذا حشر الناس كانوا لقراء بعضاتهم كافرين حسبك بارك الله فيك شكرا شكرا على اتصالك عندي ملاحظات إن شاء الله تسمعها مني بعد شوي نواصل الخلف في الآية الثانية والثلاثين أثر أيت الذي تولى نافع رحمه الله له تسهيل الهمزة الثانية كما قرأت أنا أثر أيت الذي تولى أيضا لورش رحمه الله إبدال الهمزة الثانية ألفا مع المد المشبع بمقدار ست حركات هكذا هذا طبعا في الوصل فقط أثر أثر أيت أثر أيت الذي تولى ننتبه لذلك لمن يقرأ برواية ورش رحمه الله تعالى يقول الشاطبي أريت في الاستفهام لا عين راجع وعن نافع سهل وكم مبدل جل وأشار بالجيملي هذا رمز الإمام ورش رحمه الله الشاطبية عندنا أيضا رؤوس الآية كلها في سورة النجم كلها قللها ورش لا اختلاف يعني بين ذوات الرآت وغيرها أما أبو عمر رحمه الله تعالى فأمال ذوات الرآت وقلل غيرها عندنا فيه ثلاث كلمات وهي من تولى أيضا وأعطى في الآية الثالثة والثلاثين ويجزاه في الآية الأربعين هذا قللها ورش رحمه الله بخلفه طبعا فاتني أن أقول لما ذكرت رؤوس الآية أن ورش رحمه الله قللها كلها وأبو عمر رحمه الله أما لا ذوات الرآت وقلل غيرها عندنا في الآية الثلاثين آخرها بالحسنى طبعا هذا التقليل يكون حالة الوقف فقط لكن إذا وصلنا لا تقليل طبعا لالتقاء الساكنين لأن بعدها عندنا ساكن الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والثواحش أيضا من يقرأ برواية حفص رحمه الله تعالى ينتبه في الآية الثامنة والعشرين وهي قوله تعالى وما لهم به من علم إي يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا هنا رأس آية عدها الكوفي رحمه الله تعالى فمن يقرأ لحفص عنده رأس آية هنا عند شيئا أما الباقون فرأس الآية عند الدنيا ووقف أيضا رأس آية عند الكوفي فالخلاص شيئا رأس آية عدها الكوفي رحمه الله تعالى معي اتصال من الأخت سلام عليكم سلام عليكم أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أختي الكريمة الله يحييك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الله الرحمن الرحيم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا إلا من بعد أن يأزل الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة ليسمون الملائكة تسمية الأنفاء وما لهم إلي من شيء إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا يا تيجان سوي بنات الغنان الغنان كلها أكمل ما تكون لأن نون علىها شدة مشددة إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني الحق شيئا فأيض عما تولى عن ذكرنا ولم يجد إلا الحياة الزنان حق خي كسرة را ولم يريد يري يريد فأعذر عن من تولى عن ذكرنا يريد إلا الحياة الزن بارك الله بارك الله فيك أختي تيجان تيجان وإياك إن شاء الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لبعض الملاحظات إن شاء الله تسمعها مني بعد قليل بقي شيء واحد في هذه الصفحة التي تلوناها فأعرض عن من تولى عن ذكرنا كتبت في كل المصاحف مقطوعة عن من عن من هذه مقطوعة يقول الشياطبي رحمه الله في عقيلة أتراب القصائد في النور في النور والحشر في النور والنجم عن من فرسمت مقطوعة ننتبه لذلك بارك الله فيكم نأتي الآن على ملاحظات على تلوات المتصرين قبل ذلك عندنا السؤال رحلناه من الحلقة الماضية للأخ أبو عبيدة سأل عن نعمة كيف تقرأ نعمة وأخواته طبعا هي عندنا في النعمة في البقرة وأيضا في النساء أيضا عندنا لا تعد في السبت في سورة النساء أيضا أما لا يهدي إلا أن يهدى في سورة يونس يخصمون في سورة ياسين قرأ قالون هذه الأحرف الخمسة بوجهين الوجه الأول هو الاختلاس والاختلاس هو الإتيان ببعض الحركة هذا هو الوجه الأول الوجه الثاني هو الإسكان بأن نسكن هذه الأحرف مع تشديد الحرف التالي وطبعا لو أسكننا هذه الأحرف والحرف اللي بعدها مشدد فسيكون عندنا سيلتقي ساكنان طبعا هذا عسير الإتيان به فلابد من التدرب على ذلك وطريقة ذلك هو المشافة والتلقي بالجلوس بين هذه الأشياخ الأخذين القراءة بالأسنين المتصلة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمثل مثلا للإسكان وقس عليه أخي أبو عبيدة إِنَّ اللَّهَ نِعْمَا يَعِظُكُمْ هذا هو الإسكان الوجه الثاني هو الاختلاس والاختلاس والإتيان ببعض الحركة إِنَّ اللَّهَ نِعْمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ وقس عليها وانتبه إن حركة نعمة حركة العين الكسر أما الكلمات الثلاثة الأخرى اللي هي تعد وأما لا يهدي ويخصمون حركتها الفتح الأخت عائشة بارك الله فيك انتبه لإثمام الحركات علم لابد في الحرف المكسور أن نخفض الفك السفلي أيضا صف الحروف من بعضها الحق لا تجعل الحرف المستعلي يؤثر على المستفل الذي بجانب لا تقول الحق لا تقول أيضا الأرض تفخم الهمزة والراء والضاد لا الهمز مستفلة الراء مفخمة الضاد مستعلية لكن الهمز مستفلة فلا نترك هذه الهمز تتأثر بجاراتها الراء والضاد انتهى الوقت هذا ما تأسر إراده وتهيأ إعداده وأعانى الله على قوله أعتدر للمتصلين الذين لم يعني أبدي ملاحظاتي على تلاواتهم لأن الوقت ضاق عنا إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه هذا أخوكم في توريغاني يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة